الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد شرح البسملة بالتهجي مع أحكام التجويد فلننتبه باقصرابي سين سكون مع الصفير صفير هاصاد وزاي سين بس يعني السين من حروف الصفير من صفاتها الصفير بس عندما نقرأ هكذا وما معنى الصفير الصفير هو صوت يشبه صوت الطائر صوت يشبه صوت الطائر أو استراحا صوت زائد يخرج من بين الشفتين يصاحب الحرف عند خروجه الصاد وزاي والسين صفيرها صاد وزاي سين بس بس مي مكسر مي بس مي لكن لا نبالغ لا نقول بس مي لا لا نبالغ بس مي بس مي هكذا مي مكسر مي بس مي اسم الجلالة لا يتهجى تأدبا هكذا نعلم الطلاب ألا نتهجى اسم الجلالة يعني توكيرا لا اسم الجلالة سبحانه جل وعلا بسم الله إلا أنه يعني من الأحكام أن اسم الجلال اللام في اسم الجلال إذا جاءت بعد حرف مكسور تكون مركقة يعني بسم الله وإذا كانت بعد ضم أو فتح يعني حرف مضموم أو حرف مفتوح تكون اللام مغلظة مثل عبد الله عبد الله أما إذا كانت مكسورة نقول عبد الله مثلا اشتريته من عبد الله أخذته من عبد الله وهكذا هنا نقول بسم الله وليس بسم الله كده خطأ لا بسم الله همزة وصل وسط الكلام اللي تنتق ويبدأ بها بالفتح لام سكون شمسية مضغمة في الراء المشددة مع الفتح الراء ونتعلم أننا في المصحف الشريف دايما اللام الشمسية المضغمة تأتي ليس عليها شيء أما اللام القمرية المظهرة يأتي عليها علامة السكون بسم الله الراء يعني إذن هذه الهمزة همزة الوصل يعني يعني كأننا ألغيناها تماما مرغية تماما بسم الله الراء بسم الله الراء حاسكون الرح ميم فتحة ماء الرحم ألف صغيرة مادة طبيعية الرحم ولا نبلغ في المادة طبيعية مثل من يقرأ الرحمن الرحيم لا الرحم حركتين فقط لغير بمقدار زماني إننا نعد ونقول واحد اثنين نون كسراني الرحم بسم الله الرحم الرحم همزة الوصل وسط الكلام لا تنتق ويبدأ بها بالفتح لام سكون شمسية مضغمة في الراء المشددة مع الفتح الر الرح 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 رح كسرح الرح يا سكون مادة طبيعية وصلا الرح ميم كسرمي الرح نقف عليها مادة عارض لسكون الرح 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 الرحمن الرحيم كما نقول كلمة حوق الا اختصار لقول لا حول ولا قوة الا بالله وهي كنز من كنوز الجنة ومثل كلمة حسب لا اختصار لقول حسبيا الله ونعم الوكيل وهكذا ان شاء الله تبارك وتعالى الان نردد البسملة بالتجويد مرة اخرى بسم الله الرحمن الرحيم هذا والحمد لله رب العالمين